بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نحكي عن موضوع موضوعه مستكمل فالمفروض تكونوا حاضرين الفيديو تاع قبل هذا الفيديو فراح نبلش اول اشي هو معناها بالعربي معناها دقة و معناها صحة صحة الكياس معناها هل هي صحة او لا دقة الكياس الكياس اللي بقيس فيه هل هو دقيق ام لا هلا بتبين الامور يعني بشكل اوضح فلو نرجع للمثال اللي كنا عارضينه في المرة السابقة اللي مثلا عندي ميزان وعرض الوزن ثمانين بدل سبعين صح هل هذا الميزان اه اكيوريت يعني هل هو بقيس بشكل صحيح لا فنط اكيوريت طب هل هو بريسايس يعني هل هو دقيق بقدرش اجاوب الاجابة عنه بريسايس او لا حسب في مثلا لو انه ميزان الكتروني ميزان ذهب مثلا فهو بريسايس يعني دقيق جدا بقيس بريجرام بس لو مثلا كان ميزان بقيس كل عشرة كيلو جرام لحال مثلا من من خمسة وستين لخمسة وسبعين بيحكيلي ان الوزن سبعين ومن خمسة وسبعين لخمسة وثمانين بيحكيلي ان الوزن ثمانين فهو نت بريسايس مش دقيق مش دقيق بس ففيه فرق بين الدكة والصحة الصحة انه هو قريب على الاشي الصح اللي انا فعليا بقيس فيه او لا والدكة التدريج تاع الميزان مثلا او المصطرة التدريج هل هو في الميلي متر مثلا المصطرة او الا في المتر فيه فرق في الاكوريسي فيه في البرسجين فيه فرق في الدكة الكياس ماشي فبتصور هلا يعني صار عنا فكرة شو الفرق بين الدكة والصحة ظل الاشي اللي اكثر اهمية اللي هو نربط هذول المصطلحين بال بالارض لنشوف المثال اللي رح وضحنا فكرة الراندوم والبريسجين والاكوريسي بشكل واضح اول اشي عرفنا من قبل الاشياء اللي كانت مكتوبة ان الراندوم ارور العلاقة مع البرسجين والسيستيماتيك ارور العلاقة مع الاكوريسي والعلاقة بين كل اثنين هي علاقة عكسية يعني سمول راندوم ارور هاي اكوريسي اشي راندوم ارور عندي في القياس يعني انا بقيس في ظروف مثالية في اداة التدريج تاعها 1 مليمتر معنا 1 مليمتر مثلا فالقياس منيح في مثال درجة الحرارة اللي كان درجة الحرارة المثلة مثلا 30 لقياس درجة الرطوبة بقيس في درجة الحرارة 30 بالضب فالبريسجين عالي جدا دقة الكياس عالية اما السيستيماتيك ارور فاذا قلت معناها اني في مثال الميزان كنت متأكد ان الميزان مش مبلش من صفر فالاكوريسي صحة القياس راح تكون كثير احسن يعني راح تكون عالية فالسيستيماتيك ارور هاي اكيرسي ماشي هذول علاقتين يعني تقريبا اهم علاقتين لتلخص في الفيديوهين فجبت مثال يعني بتصور بوضح كثير كثير الفكرة بشكل احسن بامثل عملية هذا المثال هو كالتالي هو عندي الهدف تاعي هو في منتصف البورت وهي النقاط هي اسهم ضربها حدا يعني وكأنه هو هدفي اوصل في النص والاشياء اللي على الجانب هي قياسات قستها وانا هدفي الاساسي اني اوصل للنص فخلنا نبلش من هون هل هذي هاي او شو وضع البريسيجين في هاي الحالة طبعا البريسيجين سيء لان القياسات بعيدة عن بعض لو اني بقيس في مثلا مصطرة واحد ميلي متر راح تكون القياسات اقرب من هيك فالبريسيجين مشي منيح طيب الاكيوريسي الاكيوريسي بصير اشوف هاي هذول هاي المجمل العامل هم هيك المعدل تاعهم تقريبا عند هاي النقطة فهاي النقطة بعيدة لسه عن النقطة الليانا باطمح اني اوصلها فبالتالي برضو الابريسيجين برضو الاكيوريسي كثير سيء فاين عندي راندي ميرور كثير لانه الابريسيجين سيء وعندي depresic E bizarre كثير لانه برضو الاكيوريسي سيء تمام فدعم نربط بين ال perc张 رانديجور والابريسيجين والاكيوريسي 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 وصلت تمام خلينا نروح للكيس الثانية هاي الكيس الثانية القياسات شايفين هنا كريبة كثير من بعض معناها البرسجين عالي لأن القياس مثلا باستخدم مصطرة واحد مليمتر التدريج تاعها فالقياسات كرابة عن بعضه ويبدو انها المصطرة صحيحة يعني التدرج تاعها كريب كثير عن بعض بس المعدل العام تاعهم خلينا نحط هذه النقطة بعيد كثير عن القيمة اللي انا بطمح وصلها فبالتالي not accurate معناها فيه systematic error عاري جدا وهذا الاشي ايش هو في الحياة العملية اني مثلا نفسي الميزان الميزان ذهب بكيس في 0.01 جرام بس انا كبل ما اكيس كبل ما احط الوزن عليه محطوط من الاصل مثلا واحد كيلو جرام يعني بكل واحد كيلو جرام وفيش حدثة فهو لو حطيت خمس شغلات هو راح يكيسهم بدقة عالية جدا بس اصلا واحد كيلو جرام خلت خلت بعيد تماما عن القيمة اللي لازم كيسه فهي المبدأ فالرسم الثالثة لو شفنا المجمل العام للاشياء راح تكون تقريبا تقريبا اشي مثل هيك فهو قريب كثير على القيمة اللي مفروض تطلع معناها الاكيروسي عالية اكيروسي عالية معناها السيستيماتيكيرور الكليل دائما العلاقة العكسية اكيروسيستيماتيكيرور ورانديوم ارر وبريسجن وبالنسبة للبريسجن سيء لان القياسات عن بعض كثير بعيدة فالقياسات عن بعض بعد القياسات عن بعض بحدد البريسجن فهو عندي هون هاي اكيروسي ولو برسجن في العالة الاخيرة القياسات كثير كريب عن بعض معناها البريسجن تمام عالي ومجمل القياسات برضو كريب كثير على الهدف اللي انا بدي اصلفه الاكيروسي عالية فعندي اكيروسي عالية بريسجن عالي معناها systematic error كليل و random error كليل لان systematic error بتحكمها وال random error بتحكمها وكلنا كعلاقة عكسية ماشي؟ هذا كل شي ممكن على على القياسات على ال precision وال accuracy وبرضه systematic و random error في الفيديو السابق هيك وضحت الصورة العامة لهم بتصور في هيك حالة يعني بيكون يفهمنا جميع الأفكار ويعطيكم العافية ويومكم سعيد إن شاء الله